بخصوص تدريبات الأهلي النهاردة الفريق واصل تدريباته بدون الراحة اسعداداً لبداية وانطلاقة بطولة الدوري الممتاز هذه البطولة الاتقادة نادي الأهلي الموسم الماضي والحريص عليها جداً جداً جمهوري نادي الأهلي واللعيبة والجهاز الفني إنهم يقدروا يرجع البطولة في مكانها بإذن الله من خلال هذا الموسم فالتدريبات كانت في تمام الساعة تساعة صباحاً زي ما حراتكم بتشوفوا اللقطات دلوقتي هي تدريبات اليوم والأمور كانت ماشية بشكل جيد جداً إحنا عارفين إن المبارات الإسماعيلي يوم 27 اللي هو يوم الأربع المقبل بإذن الله المبارات ستكون قوية في أستاذ برج العرب وبالتالي الأهلي يكون موفق فيها واستعداد لها أكيد سيكون بشكل متميز المسلماني النهاردة كان عندهم محاضرة مع لعيب الفريق استعداداً لهذه المواجهة ويتكلم فيها عن بعض الأمور الفنية اللي بيحاول إنه هو يطبقها خلال المرحلة المقبلة وعلى ضرورة الانطلاقة القوية اللي لازم تكون حضرة في هذه البطولة مع أول مباراة عشان تدي للفريق دفعة قوية خلال ما توقع من الموسم أو بالتحديد أول ثمان مباراة اللي اتحدد موعدهم في بطولة الدوري حيتخلى لهم بعض التوقفات بسبب مشاركات المنتخبات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله بهم فيه منتخبنا الوطني اللي عنده مباراة الجابون وأنجولا أو أنجولا والجابون في الآخر فمحاضرة كانت مهمة طبعاً ميرستر بيتسو المسلماني النهاردة كان فيه جلسة ما بين المسلماني وكابتن سيد عبد الحفيز وأيضاً كابتن سامي أمصان وكان الكلام فيها على بعض التحضيرات اللي بتتعلق دي المباراة المجبلة أمام الإسماعيلي وكيفية الاستعداد لهذه المباراة وخلينا أقول حراتكم أن المسلماني يعني بيذاكر فرقة الإسماعيلي رغم أن فيه بعض الانتقالات أو التعقدات الجديدة الانتدابات اللي جابها فريق الإسماعيلي مع تواجد جهاز فني مميز جديد زي الكابتن طلعت يوسف فالأمور ممكن تكون غمضة إلى حد ما بالتحديد فيما يتعلق بالعناصر لكن في الأول في الأخر بتركز على نفسك أنت على السيناريو اللي أنت بتفكر فيه على شكلك أنت في الملعب إزاي تقدر تكسب السلاس نقاط مع بداية بطولة الدور نتمنى لهم كل التوفيق